للخبر بقي اليوم مشاهدين عن اتفاق للتهديئة بعد تفجر الصدام بين مؤسس مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين والسلطات الروسية أعلن هذا الاتفاق عقب اتصال هاتفي بين قائد مجموعة فاغنر ورئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو بريغوجين وفي تسجيل صوتي أعلن العودة إلى قواعده تجنبا لسفك الدماء على حد قوله ما جرى مؤخرا لم يكن أي الصدام بين فاغنر وسلطات الروسية لم يكن مفاجئا بالنظر إلى الخلافات المعلنة بين بريغوجين من جهة ووزير الدفاع الروسي ورئيس أركانه من جهة أخرى ولكن في غمرة التطورات التي حدثت لم تكن الأسباب قيد البحث والنقاش لأن تركيز الدولة الروسية انصب على التعامل مع معطيات الواقع الخطيرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وصف التحركات المسلحة لمجموعة فاغنر بالخيانة والطعن في الظهر ورد عليه بريغوجين بالكلام وبالفعل ولكن الآن فحتى مع التهدئة فإن الشرخ وقع فعلا خلال ساعات النهار لم يبدي قائد فاغنر تراجعا عن موقفه قيد أم له بل وأصر على تحدي الرئيس بوتين رافضا اتهاماته بالخيانة وطلبه بالاستسلام المواطنون الروس بل والعالم ترقبوا تطورات الأوضاع الميدانية الخطرة في البلاد لا سيما بعد أن أعلن بريغوجين دخول قواته للمقر العام لقيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف المجاورة لأوكرانيا وعلن كذلك السيطرة على مواقع عسكرية فيها فضلا عن السيطرة وفق رويترز على منشآت عسكرية في مدينة فورينش التي تبعد نحو 500 كم من جنوب إلى موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أقر بصعوبة الأوضاع في روستوف خلال النهار وأشار إلى أن إجراءات حاسمة ستتخذ فيها الآن وبعد إعلان قائد فاغنر تراجعه لقواعده تترقب الأنظار الآثار الناجمة عن الشرخ الذي حصل بين فاغنر من جهة وسلطات الرسمية الروسية من جهة أخرى وفيما إن كان هذا الشرخ هو نقطة لا عودة للعلاقة بين الطرفين وتدعيات ذلك على مجريات الحرب على أوكرانيا ومستقبل فاغنر بشكل عام هذا ما سأناقشه في هذه الحلقة سنبحث دوافع قائد مجموعة فاغنر للتحرك المسلح ضد السلطات الروسية نصل عن خيارات القيادة الروسية في التعامل مع المجموعة مستقبلاً فضلاً عن تأثير ما حدث على تماسك الجبهة الداخلية الروسية والحرب في أوكرانيا ضيوفي للنقاش من نيويورك بولاية رود آيلند عبر سكايب الجنرال متقاعد بيتر زواك الملحق العسكري الأمريكي سابق لدى روسيا وحالياً كبير الباحثين في مركز وودر ويلسون التابع لمعهد كنين الأمريكي في واشنطن من باريس الدكتور جان فيير ميليلي الأستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس ومن موسكو الدكتور استانسلاف بيشوك أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية سيد بيشوك أبدأ معك هذا النقاش قبل قليل تغيرت محاور نقاشنا في هذه الحلقة قبل قليل بعد إعلان اتفاق التهديئة بحسب الرئاسة البيلاروسية أنه تم تقديم مقترح لحل الأزمة يضمن سلامة أو ضمانات أمنية لمقاتلي فاغنر بينما فاغنر على حسابها على التليجرام تقول بأنه تم اقتراح خيار مربح ومقبول فما الذي تم الاتفاق عليه فعلاً؟ سيد بيشوك هل تسمعنا؟ كنت أسأل عن ما هي برأيك تفاصيل الاتفاق الذي جرى لأن الرئاسة البيلاروسية قدمت الاقتراح بأنه فقط يعطي ضمانات أمنية لمقاتلي فاغنر بينما فاغنر تتحدث عن مقترح مربح ومناسب لها هناك مشكلة على ما يبدو في التواصل مع ضيفي من موسكو بيتر زويك أنت كنت تتابع مؤكداً ما يجري في هذا النهار وانتهى الآن بإعلان أو على ما يبدو أنه انتهى بإعلان اتفاق تهديئة ما الذي جرى برأيك؟ نعم ثمت محادثات حول انخراط بيلاروس على أنها وسيط بين بريغوجين والكراملين ونرى تقارير الآن تقول أن قوات بريغوجين توقفت في سيرها إلى موسكو وعادت أدراجها وهذه معلومات أولية سنضطر إلى أن نرى مآل الأمور والخلاصة هو أنه مهما حدث سيؤدي إلى زعزعة استقرار نظام بوتين ولكن عن ما هي الاتفاق سيد زويك هل هو فقط يقتصر على ضمانات أمنية لقوات فاغنر؟ هل بريغوجين قام بهذه المغامرة التي قد تكون انتحارية إن أكملها في روسيا؟ هل فقط ليحصل على ضمانات أمنية لقواته وهو الذي يرفع شعار محاربة البيروقراطيين وإزالتهم من وزارة الدفاع؟ نعم إنها مقاربة رديكالية للغاية ولكن كحد أدنى بريغوجين استهدف أو صور نفسه على أنه خصم خصم فردي للكرملين ربما سيصلون إلى اتفاق ولكن بشكل تام هذا زعزعة استقرار نظام الروسي ونشهد الآن على ما يحدث في أوكرانيا وأعتقد أن بيلاروس تلعب العميل المزدوج هنا ولكن من اللافت أن بريغوجين استطاع خوض حوالي 400 كم في روسيا نعم كان يوم الدرامي بكل المقاييس سيد زواك وتفاصيله تستحق النقاش جون كير ميليلي العالم كله كان يراقب ما يجري في روسيا الغرب أوروبيا وأمريكيا الاتصالات جارية الزعماء يتباحثون والكل يتابع بتصريحات شحيحة وشحيحة جدا هل برأيك كان الغرب يتابع بقلق عن ما قد يحدث في روسيا إن تمت المواجهة بين فاغنر والدولة الروسية أم أنه كان يتابع بحماسة مكتومة الصوت هناك مزيج من الراحة ومزيج من القلق الراحة لأن ضعف نظام بوتين تبين تبينا واضحا وقلق لأن الغرب لا يريد تفكك الروسيا على كل حال هي دولة ضخمة ذات أسلحة نووية متقدمة فمن الأفضل أن تكون في أيدي بوتين مثلا على أن تكون في أيدي بريغوجين أو مغامر ثالث ولكن أريد أن أشير بأن في نظري تبين ضعف نظام بوتين وأخبار عن الصفقة صفقة التهدئة تشير كذلك إلى ضعف نظام بوتين في بداية الحرب تبين عدم تخطيط بوتين في هذه المغامرة العسكرية وهو لامى لوما شديدا الاستخبارات ولكن عليه أن يكون واثق من معلومات الاستخبارات قبل الحرب وليس بعض وها هو الآن التاريخ يكتب أمام أعيننا تبين ضعف بوتين لأن في نظري كان وهذا ما حدث في الماضي عدة مرات في الروسيا كان عليه أن يترك بريغوجين يتدخل ويصل إلى العاصمة كي يقضي عليه والآن بعد هذا التمرد الذي لا سابقة له بريغوجين سيواصل حملته على تليجرام أو على وسائل الإعلام وسيشير إلى نقصان المنظومة العسكرية الروسية هي كارثة من نظام بوتين حتى تفاصيل هذا الاتفاق التهدئة لم تتبين معالمه ولكن هذه نقطة مهمة سأعود إليها بها إليك سيد بيشوك بوتين بدأ ضعيفا خلال ساعات النهار وبدأ ضعيفا حتى بعد اتفاق التهدئة فهل الدولة الروسية تتفق مع من وصفه الدومة اليوم بالخائن الأكبر أليس هذا مؤشر ضعف يبدو هناك مشكلات في التواصل مع ضيفنا من موسكو وعودة إلى رود آيلاند إليك سيد زواكس الفكرة التي طرحها جون بير ميليلي عن ضعف الدولة الروسية ضعف الرئيس الروسي الذي بدأ خلال ساعات النهار منذ بدأ بريغوجين تحركه وربما يستشف أيضا من اتفاق التهدئة الذي حصل هذا كيف سيؤثر على بوتين وعلى الدولة الروسية أعتقد أن النظام هش أعتقد أنه يجب أن نشاهد ما يحصل في الكرملين وما هي ردة فعل الشعب الروسي وهو ما نشاهده في الأيام المربلة حيال هذا التحرك غير المعقول من قبل بريغوجين الذي فتح حوارا في روسيا حول عدم مستقية الكرملين وإعلاناته وبياناته حول السبب الذي دفعهم إلى مهاجمة أوكرانيا أخيرا والأهم ربما هو أن ذلك سيؤثر على كيفية محاربة الروس أو المحاربة في أوكرانيا وبإمكاننا أن نراهن أن الأوكرانيين سيدفعون أكثر في هذا الاتجاه أن هذه صفعة لمستقية الكرملين سيد زواك كان من الصعوبة بمكان تقدير حجم الدعم لبريغوجين والتحرك كانت هناك تقارير تتحدث عن المستائنة من القيادات الميدانية من أداء وزارة الدفاع الروسية عن مجموعات يمينية قومية متشددة في روسيا قد تدعم بريغوجين ولكن اضطرار السلطات الروسية لوساطة بيلاروسية والاتفاق على التهدئة مع بريغوجين هل نستطيع أن نستخلص من هذا بأن التوقعات بحجم دعم كبير لتحرك بريغوجين داخل روسيا ثمت الكثير من الأمور التي لا تدفعنا إلى الإعجاب بريغوجين إنه صارم وفعل أمور مروعة ولكن ربما ثمت أشخاص من الشارع الروسي الشعب الروسي الذي قد يقدرون الذين قد يقدرون مقوفه ضد أو في وجه الكراملين وتسميته لهذه الحقائق وأيضا سواء أحببناه أم لا أن الشجاعة التصدي للكراملين وانتقادهم سيؤدي أو يأتى عليه الكثير من الدعم الروسي ومن المثير للاهتمام أن نرى صور هؤلاء الروسيين الذين يجولون روستوف وغيرها من المدن حيث الكثير من المواطنين الروسيين يشاهدون الأمر من دون خوف ومن دون رعب وهم بذلك يحاولون اتخاذ القرار بأنفسهم لذلك هذه الصفعة للكراملين ولوكاشونكو يجب أن يكون مرعوبا لأن في ذهنه قد يحصل أمر لروسيا قد يجعله هشا جدا في وجه الشعب الروسي حيث منذ سنوات نزلت مئة الألاف المظاهرات جامب كير مليلي هذا يتصق مع ما تفضلت به الصفعة للكراملين ضعف الدولة ضعف بوتين في أتعاطي مع هذا الأمر كما يبدو حتى اللحظة بحسب التفاصيل الواردة هذا كله كيف سينعكس على علاقة الغرب المستقبلية في المستقبل القريب مع روسيا أظن أن هذه العلاقة سيؤثر من الحالة الداخلية الروسية وقد رأينا خلال يومين أو أقال تقلبا معجبا في هذا البلاد المعروف بخمول الشعب وبأحيانا تقلبات مفاجئة ولكن أريد أن أشير إلى أن التقاليد والعادات السياسية في الروسيا هي مختلفة عن ما هي الحال مثلا في أوروبا الغربية هي بلاد معروفة بالطابع السلطوي لحكامه ولقد أشار بوتين نفسه لذلك عندما قرن نفسه بالقيصر الأخير نيقول الثاني عندما ذكر أحداث التي أتت إلى الثورة الكبرى في 1917 إذن هو نعم 17 العفو هو يشبه نفسه بهولاء الناس ولكن كيف يسمح لمغامر أتى من زمرته إن صح التعبير أن يهدد العاصمة الروسية خلال حرب يعتقدها مصيرية مع جارها الأوكراني إذن هذه التقاليد الواردة إن كانت حقبة القياصرة منذ قرون عدة أو حقبة الشيوعية نذكر أن جوزيف ستالين هو المجرم الأكبر في القرن العشرين يعني هتلر قتل كثيرا من الناس ولكن فاقه ستالين في هذه البلاد حيث الأمثلة وردة في الذاكرة أن يتراجع بوتين أمام بريغوجين وهو سنيعه لن يجلب شيئا إيجابيا فمن هذه الحالة الداخلية تنتج الاعتقادات والممارسات الغربية لذلك ذكرت فيما سبق أنه مزيج من القلق والراحة سنعود للتفصيل أكثر في هذه النقطة جون فيير مليلي إن سمحت لي ولكن سأجرب حظي معك ستينسلاف بشوك هل تسمعوني الآن كان ضيفنا من باريس يسأل كيف سمح بوتين لمغامر كبريغوجين أن يهدد العاصمة موسكو قبل ذلك بساعات فولدمير زيلنسكي وصف حال الرئيس الروسي بأنه يختبئ ويحتمي في موسكو خوفا ممن سلحهم بنفسه ففعلا كيف وصلت الأمور إلى هذه الدرجة كيف فلت زمام الأمور من الرئيس الروسي والدولة الروسية أصبح الأمر خطرا للغاية نعم ولنكن صريحين لن يفهم أحدنا كيف آلت الأمور إلى هذه وما هي الاتفاقات التي قام أو التي جرت بين مجموعة بريغوجين وروسيا اليوم أو السلطات الروسية ولكن بنفس الوقت لا أود أن أعطي المصداقية لروسيا أو لبوتين التي فقدها إلى حد كبير لأن روسيا تتمتع بنظام سياسي معين ومشهد سياسي يختلف عن الديمقراطيات الغربية وإذا ما نظرنا أو تخيلنا إلى عفوا إذا ما توقعنا خسارة بوتين بعد المصداقية أو الشرعية فسيصبح أو سيخال الغربيون أن منافسه سيصبح أكثر قوة وربما يربح في الانتخابات المقبلة ولكن المشكلة هي أن معارضي بوتين الذين يعارضوا مقاربته في أوكرانيا مثلا أما هم قابعون في السجون أو في أو يعملون في مكاتب أو هربوا من روسيا لذلك إذا ما نظرنا إلى المعارضين بوتين يجب أن نفهم أنه ليس من مرشحين واحد واثنان كحال الديمقراطات الغربية أو الجمهوريين وديمقراطيين في الولايات المتحدة وفي نفس الوقت أن بريغوجين لم يزل غامضا حتى وقت قصير حيث أن الكثير يصفون مجموعته على أنها أو يصفونها أو يشبهونها بالمجموعات المناطبية في عهد الامبراطورية الرومانية بحماية الامبراطور واحدة لذلك يراهنون على وفائهم لذلك لم سيد بيشوك أدرني للمقاطعة أدرني للمقاطعة أود التفصيل معك في أمر قلت هو راه ملفتا جدا جريئا جدا هذا إن وصلتنا ما تقوله بدقة تقول بأن بوتين فقد مصداقية وبوتين فقد شرعية جراء ما حدث فبالتالي كيف المحاسبة حول هذا الأمر في دولة بنظام روسيا في الحقيقة هذه هي نقطة بحد ذاتها أنه لا يجب أن نراهن على الفقدان شرعية بوتين لأن روسيا ليست دولة ديمقراطية وليس بإمكاننا أن نقول أنه إذا ما خسر بعض الشرعية سيخسر الانتخابات التي من المفترض أن تجري في العام المقبل لأن الأطراف المعارضة الرسمية وقادتها يدعمون الحرب الحالية في أوكرانيا وهذه هي النقطة المركزية للنقاش ويجب أن تكون كذلك ولكنها ليست بنقاش لأن كل الأطراف الرسمية والقادر الرسميين الذين يتواجدون في البرنامات الروسية يدعمون الحرب على أوكرانيا نعم نعم وانغبت عن ضيفي قليلا ولكن سيد بيشوك لأنتهز الفرصة معك هل العلاقة مع فاغنر قابلة للترميم بين بريغوجين وبوتن بين فاغنر وبين الدولة الروسية أم أن الشرح حصل وانتهى العمر سيد زواك ليس سؤال لك أعتذر منك سؤال لضيفي من موسكو سيد بيشوك هل العلاقة انتهت انهارت أم أنها قابلة للترميم تعني العلاقة بين بوتين وبريغوجين نعم نعم يبدو أنه حتى الآن لا أعتقد أنه من مستقبل لبريغوجين لأنه بعدما اكتسب مجموعة فاغنر بعض الضمانات الأمنية فهذا يعني أنهم محرصون على آمالهم ل في أو فيما تعلق ب السلطات الروسية وربما يريدون إسقاط سيادتهم في في خضم ما يحدث لذلك أنا متأكد أن بريغوجين سيبقى حيا ولكن لست متأكدا إذا ما كان بعد هذه المحاولة الفاشلة للسير إلى موسكو وصلت وصلت الفكرة عذرني لمقاطعة لبقي دقيقة سيد زواك أنت ما رأيك فاغنر التي تأسست 2014 مستلهمة الفكرة من بلاك ووتر ولكنها نشطت داخل روسيا وتمردت على القيادات الروسية ومن ثم عادت إلى قواعدها هل هذه علاقة ترمم؟ ربما بالمدى القصير أو على ظاهر الأمور ربما قد يحدث ذلك ولكن في عمق الأمر قد لا يحدث ذلك لأن مختلف الجوانب المجتمع وأيضا داخل القوات ثمت الكثير القوات المسلحة ثمت الكثير ما يحصل على الأرض ولا أعتقد أن يمكن إصلاحه لسيما نقص الثقة وثم لدينا جنود فاغنر أيضا الذين يبحثون عن عن إضاحي رأيهم وأود أن أؤكد على أنه ثمت بلد واحد وهي فرنسا التي يجب أن تنظر إلى عفوا ثمت بلد واحد يجب أن ينظر إذا هذا برعب وهي جمهوريات الصين الشعبية في أقل من دقيقة أوكرانيا يقال بأن لديها فرصة الآن لقلب الموازين في معركتها مع روسيا ولكن الكريملين وجه تحضير للغرب من استغلال الأحداث التي جرت فهل الدعم الغربي سيزداد لأوكرانيا في هذه الفترة لقلب الموازين ربما سيزداد وسيتواصل لأن من مصلحة الأوكرانيين أن يستفيدوا من هذه الفرصات الذهبية والحرب خداع فمن الطبيعي أن يواصلوا حملتهم الصيفية مع أن تنقصها التفاصيل على الأرض ولكن فيما يخص الأوكرانيين لحظ أن بريغوجين تكلم بكلمات رازنة وإيجابية إن صح التعبير عن الأوكرانيين مثلا في معركة بخموت قال عفوا أن الأوكرانيين تصرفوا ببطولة وبسالة فهذا غريب جدا كان هناك عبارة عن طواطو بين الأوكرانيين وبريغوجين ربما على أمال نهاية هذه الحرب غير الناجحة وغير المشروعة فلنراقب في الأيام المقبلة هذه النقطة التي قد تفهم لماذا تجرأ بريغوجين أن يدخل في هذه المغامرة من بريس الدكتور جون بير ميليلي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بريس وأيضا من رود آيلند الجنرال المتقاعد بيتر زواء الملحق العسكري الأمريكي السابق لدى روسيا وحاليا كبير الباحثين بمركز وودرو ويلسون أيضا من موسكو نشكر ضيفنا الدكتور ستانسلاف بشك أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية والشكر طبعا نوصول لكل من تابعنا اشتركوا في القناة